قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس إن المجلس قرر ترشيح أورسيلا فوندرلاين لولاية ثانية كرئيسة للمفاوضية الأوروبية وانتخاب رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا رئيسا جديدا للمجلس الأوروبي وترشيح رئيسة الوزراء الاستونية كاجا كالاس رئيسة لخدمة السياسة الخارجية لاتحاد الأوروبي وتابع ميشيل بقوله إن القيادة الجديدة ستركز على القيم الديمقراطية والكفاءات الأساسية فضلا عن الدفاع والأمن الأوروبيين فيما يتعلق بالدفاع الأوروبي نريد تطوير مشاريع رائدة وتحديد الطرق المشتركة للدومان لمزيد من الدعم المالي في مجال الدفاع وشكرت رئيسة المفاوضية الأوروبية فوندرلاين من دعموا إعادة انتخابها يوم الجمعة وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق كوستا على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيعمل على تعزيز الوحدة بين الدول الأعضاء والتركيز على دفع الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي كما قالت رئيس الوزراء الأستونية كالاس إنه في وقت التوترات الجيوسياسية فإن ترشيحها يحملها مسئولية كبيرة مضيفة أن الصراع في أوروبا وعظم الاستقرار المتزايد في محيط أوروبا وعلى الصعيد العالمي هي التحديات الرئيسية التي تواجه السياسة الخارجية الأوروبية